نعم أماني نتنياهو أن تكون حرب مباشرة بين ولاية المتحدة والجمهورية الإسلامية حتى هو يطلع من هسالين وتشتبك هذه الدول وتضعف الجمهورية إلى منسوب أدنى مثل ما هو يخطط أنه ننهي حماس وننهي حزب الله وننهي المقاومة ومن هذه النهايات شعارات كذب يسوقها على الداخل الإسرائيلي والآن انفضح اليوم أنا أعتقد أنه مع كل هذه العمليات يعني إذا نقدم إحصائيات قبل استشهاد السيد رحمة الله عليه كان تطلق في اليوم الواحد مثلا تنفذ 10-11 عملية الآن تضعفت الآن أكثر من 27-28-30 عملية وإذا كانت 50 صاروخ 60 صاروخ اليوم 200 وكسر أقلل 200 شوية واشتباك مباشر مع قوات الاحتلال هذا العنوان الأكبر بالنسبة للإستنزام وعد آخر فقط أضيف لك هاي الجملة المهمة بعد مجيء السنوار بالنسبة إلى حماس والتهديد بالمرحلة أو الموجة الجديدة من الاستشهادين والتي بانت بهذه اليومين الماضيين هذا العنوان هذا العنوان الاستشهادي متوافر في كل جبهات محور المقاومة متوافر في كل جبهات محور المقاومة ولا يقتصر وجوده فقط في داخل حماس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر